اه في الفيديو ده هنعمل شرح زريع كده لإدارة شؤون العاملين نفتح البلنامج كده هنعمل قاعدة جديدة هنسميها إدارة شؤون عاملين طبعا سنفصل الكلام على قاعدتك مانجر واحد كني قر اشترنت شؤون نعملين عنها الظاهرة دلوقتي فان محتاج أظهرها أداليات لطولات المستخدمين هاجي الى عمقعة البيانت عام اثنين في عندي هنا استخدام ادارة شؤون العاملين اعلم عليها وقالوا حرص احروح صلاحات المستخدمين هجيب ادارة شؤون العاملين اشوف من المستخدم اللي هيستخدمها ولا يكون مانجر مثلا ادارة شؤون العاملين اعلم على راسع هنا انا احساب تامينات اجتماعية تامين دقائق سمحت اخير اخير 30 دقيقة اخير حضورة نصرفه اقل من اكثر من 30 دقيقة نخلي الساعة بساعة النص قمت الغياب اليوم بيوم ونص ساعات الاضافة ساعة بساعتين. يعني مسلا. حفز. طبعا انت هتضبط الكلمة زي ما انت عاوز. اه سوري. عند لسه مولتش هيستخدم اين موظف? هيستخدمه غياب والأجازات والحضور مكافئات خاص من سلف اضافي. اه تسليم مرتبة. حفز. اه قبل ما ابتدي من ادارة شؤون الموظفين. اه خليني ابتدي بان انا ادخش ادارة انشاءات احد اعرف الموظفين بتوعي. اه قبل ما اعرف الموظفين في حاجة اسمها الكوادر الوظفية. اه فيها عشر كوادر كده كوادر عفتراضي. اه اقدر اعدل فيهم وطيف زي ما انا عاوز. المهم ان ايه اول ست كوادر اللي هم ست الاوليين دولا. اه دول مهمين جدا وما ينفع شي اغير. اه دول بيستخدمون في ادارة المبعات والمشتريات. اه طبعا كل منشأة فيها كوادر خاصة بها. يعني لو رحت شركة كمبيوتر هلاقي عندهم اه كادر وظيفي اسمه مهندس كمبيوتر. لو رحت اه مصرعة دواجن هلاقي عندهم اه كادر اسمه طبيب باي الطري. اه اه ومعندهمش كادر اسمه مهندس كمبيوتر. والعكس صحيح في شركة كمبيوتر ما عندهمش كادر اسمه طبيب بايطاري. اذا كل منشأة لها الكوادر الوظيفية الخاصة بها. اه 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 احوش ادارة انشاءات الموظفين. اه فيه موظف يعني افتراضي كده اد اد من دبيع. ها بدنا نضيف الموظفين بتاعنا. هقول له جديد. اه طبع قطاع الادارة طبع قطاع المبيعات. اه بيشتغل ايه بيشتغل اه 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 مدير مبيعات. اه اسمه حسام مسلا. اه ازهر البيانات. طبعا ازهر البيانات المرتب بقاطاع افتراضي مخفية. وتظهرش اللي بكلمة مدير البرنامج. اه عشان فيها يعني بيانات اه يعني مسلا. اه مندوب بيع. اه اه احمد. اه مرتبه. اه تلات الف برضو. مسلا. دالو كوت. يعني وهكذا. اه خليناك وضع افتراضي بسيط كده. طيب. خلينا نتكلم معه على شؤون الموظفين. اه سوري انا هرجع تاني لشؤون الموظفين تاني. اه اه في عنده زرار هنا اسمه اس بي. عشان احدد هبديد اشتغل من امتى ببرنامج شؤون الموظفين. نفترض نحن دارت في شهر اه ثلاثة. يبقى انا عاوض اعبط شهر فبراير. طيب. يبقى انا هخلي اخر عبد له. هنخلي اخر عبد الموظفين. كان اه واحد وثلاثين يناير. اه لما اجيب بقى شؤون الموظفين وقل غياب. اه حدد الموظفين نحن نشتغل على حساب مسلا. اه واضح هنا اخر عبد واحد وثلاثين واحد الفين وسبعتاشر. يبقى هو الاستحقاق بتاعه من اين من واحد اتنين الى ثمانية وعشرين اتنين. طيب تعالى اقول لتسجيل غياب. غاب يوم ايه? اه خلينا نتكلم على فبراير. نكلم يوم غاب يوم سبعة فبراير. البيان غاب ليه? اه بدون عزر مسلا. يعني سبب. طيب كده احنا سجلنا له يوم غياب. طيب نروح لشؤون الموظفين تاني. اجازات. الاجازات هنا غير مؤسرة. يعني حسام. اه سجل عرضة يوم كذا او سجل مرضي يوم كذا. دي اجازات اه يعني لا تؤسل في المنتب فقط بس عشان انا بعرف رصيده من الاجازات عشان اتابع معاه الاجازات المسموح لبها. طيب. اه نتكلم على تأخير حضوره انصرف. نجيب برضو حسام. اه الوضع الافتراضي اه ان هو بيجي الساعة تمانية وبيمشي الساعة ستاشر. يعني الساعة 4 عصر. طيب انا هاجي في يوم معين. وليكن يوم اه اه تمانية. اه الرجل الدهجة الساعة اه تسعة. حضور. يبقى هو كده هتدخل ايه? حضور الساعة تسعة كده معناها انه عنده تأخير ساعة. نفس الكلام معلن صرف المبكر. اه نجيب برضو اه مكافئة. نجيب حسام برضو. اه احضر اسجله مكافئة بالساعة واحضر اجيب له مكافئة بالقيمة. هو هنا اه بيستغل تلاتين يوم الساعة بتاعته اه بتمانية. اه يوم بتاعه بمية جنيه سوري. اه الساعة بتاعته باثناشهر جنيه ونص. طيب لو انا قلت له اثنين ساعة. يعني يعتبر كميتهم كام? خمسة عشر جنيه. اول عكس او اكتب الكلمة يديني الساعة. اه تسجيل ده ده يوم ايه? كان يوم تسعة. يبقى هو في يوم تسعة عنده مكافئة خمسة عشرين. لما برعا برعا ساعتين في اتناشر جنيه ونص. نجي خصم جزائي وهو عكس المكافئة. نقول حسام. عنده خصم ساعتين برده. خمسة عشرين. يوم عشر. نقول اه السلف من المرتب. خد سلفة. حسام. اه تسجيل سلفة. يوم حزاشر. خد من جنيه. بعمل حساب الوجور. الحساب الخزنة من جنيه. اه سوري. غير مسموح بالرصيد السلب الخزنة. طيب اه الكده كده اصبح غير طبيعي. طيب هنجيب كده الحر معلش. اه لأ. اه تحميل. ظهر ان الكده غير متوزن طبعا. هزيبه. طبعا لابعمل المشكلة عسينا برك حلها هي. يبقى انا محتاج حاجة من اتنين. يا اما انا احط فلوس والخزنة. يا اما اسمح بالسماح بالرصيد السلب للخزنة. يعني شايف في عدل الصلاحيات هنا. عاجة اسمها. الوضع الافتراضي عدم السماح للخزنة بالرصيد السلب. ده وضع الافتراضي. اه ممكن اشيله طبعا كده اه اسحب من الخزنة على المكشوف يعني. وخلينا نسيبهم مش هنسحب على الخزنة على المكشوف ولا حاجة. خلينا اخش اعدادات تحديث وتعديل الحسابات اللي ابتتاح هي. واجيب الخزينة. فين فين الخزينة اهي. واقول الخزينة فيها عشر تلاف. واقول نرأ استعمال بتاعنا عشر تلاف. نجعل شؤون الموظفين. سلب من المرتب. هنجيب حسام. اه تسجيل سلفة. يوم خلطنا نتكلم على اضافي ساعة عمل. اوبر تايم يعني. هنجيب حسام. وبعدل تسجيل اضافي. يوم اه يوم خمستاشر. اه وده طبعا اضافي بالساعة يعني. هنضيف له ساعتين اضافي. نقفل بقى كده. تعال بقى اخر حاجة نعملها. نسلم ايه. المرتب بتاعته بعد ما عملنا الحركة دي. اجيب حسام. قال لن اخر قبضي من واحد وثلاثين. يبقى هو استحقاك من واحد اثنين الى تمانية عشرين اثنين. قبل المرتب الاساسي والبدلات. وقبل ايجي حساب المرتب. قبل بيانات عن مرتبه. وقبل هنا بيانات عن النسب بتاعت تسجيل نسب الغياب والحضور والانصراف. قال لن هو متأمن عليه. وهيقل التامينات في الحساب الفلاني. طيب هنقوله تسليم. اه واضح هنا ان احنا عملنا له ساعات اضافي عشرين ساعة وده طبعا كتير. اه ممكن الكلام ده احنا 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 احزفها. ونرجع نقول له تسجيل اضافي يوم كزا ساعتين فقط. يبقى كده ساعتين. نرجع لتسليم المرتب ثاني. نقفل. نجيب الشخص ثاني كده. تسليم. هنا بقى ساعتين فقط. طيب ساعتين اضافي. اه الساعة في اتناشر ونص. اه بخمسة وعشرين. في اتنين بخمسين. طيب هنا الخميس عند وساعتين برضو. في اتناشر ونص. بخمسة وعشرين. اه هنا المقافئات. اه طبعا الجزء اللي في النصو ده خاص بمندوب البيع. اه عمول على على المبعات النائدية والاكل والتحصيلات. طيب هنا هنا حصة الشركة من التأمينات. اه اللي هي ستتاشر في المائة. اه سوية ستة عشرين. وهنا اجمال التأمين اللي هو الاربعين في المائة. اه يبقى كده هنا اجمال المضاف. وهنا المستقطعات. اه انا اتكلم على يوم غياب. عند يوم غياب. في مية جنيه. في نسبة واحد ونص. يعني اليوم بيوم ونص. يبقى كده بمية وخمسين. اه عنده يوم عشرة الجمعة. عنده سعتين. في اتناشر ونص بخمسة عشرين. يبقى عنده خاص بخمسة عشرين جنيه. اه نجل التأخير الحضور للصراف. عنده ستين دقيقة. يعني ساعة. الساعة بثناشر ونص. اه الساعة بثناشر ونص. يبقى كده بثمانتاشر خمسة وسبعين. عنده يوم حداشر. يوم السبت حداشر. عنده جنيه سلف. اه يبقى هنا سلف من المرتب مية. يبقى هنا اجمالي. استقطاعات. يبقى صف المرتب. عبارة اجمال المضاف. نايس. اجمال المستقطاعات. هنقول له حفز. هيحسب لي من حساب الأجور ومرتبات الإضافات والاستقطاعات. وصف المرتب اللي هيستيله من الخزنة. اقول له حفز. كده السلام مرتبه. لو قفنا دي كده. خلاص. اه يبقى هو كده. لو اخترت حساب تاني. طعم. هيبقى كده. اخر قبله. تمانين وعشرين اثنين. يبقى هو كده المستحق بتاعه. من واحد تلاتة لغاية واحد وتلاتين. تلاتة. اه دي فقرة سريعة كده عن اجدار الشهود الموظف. شكرا. شكرا.